الاهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة طلاق على الجيش يوسف نحترم الطلاق ونسعى للتلات نقاط في جميع المباريات بدء فتح الحجز الالكتروني لمباراة الاهلي والطلاق الاهلي للجهات الامنية سنتحمل مسئولية جماهرنا داخل الملعب عروض الإعارة تنهال على لاعب شباب الاهلي وترجينيو علاقة تريع المدريد بالاهلي ممتازة اتحاد الكرة يعين مراقبي أمن بداية من الدور الثاني للدوري ودلوقتي هنبتدي معيكم حلقتنا بأهم الأخبار التي قالت عن النادي الاهلي على الصحفة المساء الأهلي يسابق الزمن لحظة استفقات الأهرام استفقى رقم 4 هدف إدارة الأهلي وصبحي وعمر طارق الأقرب حالة رضل الالتزام صالح جمعة وأجيه يظهر بعد غياب 130 يوم أخبار اليوم القلعة الحمراء على صفح ساخن انتظاراً للمدرب الجديد الأهلي يسابق الزمن لضم صبحي وحجازي والشحات ومرعي الشروء الأهلي يحسن خليفة كارتيرون في اجتماع الاثنين عرض اسم المدير الفني الجديد على الأعضاء للتصويت عليه والخطيب يتعهد بالإعلان عنه سريعاً للفرض الاستقرار على الفريق عبد الحفيظ يعرض لائحة مالية جديدة لتحفيز اللاعبين للفوز بدور الأبطال ويناقش مع رئيس النادي تطبيق مبدأ الإعراض وعدم البيع اليوم السابع الأهلي يفاوض أحمد علي لتدعيم الهجوم في الشفاء حجازي يرفض العودة محمود وحيد الثاني استفقات الفريق يختتم استعداداته للطلائع الجمهورية أيام معلول معدودة في الأهلي الوفد عروض الأعارة تنهال على لاعب فريق الشباب الأهلي يطلب خمسة مليون يورو لإطلاق صراح معلول وهدرسفيل تاون يهدد عودة صبحي عرض ليبي لميدو جابر وعبد الحفيظ يطالب أزارة بالتخلي عن العصبية الأخبار المسائي اجتماع الاثنين لحسم اسم المدرب الجديد والفريق في معسكر استعداداً للطلائع الدستور معسكر مغلق استعداداً للطلائع الجيش هو محمود وحيد في الأهلي رسمياً يوسف يعالج أزاره نفسياً ومؤمن يستعجل المشاركة الأهرام الأهلي للجهات الأمنية سنتحمل لمسؤولية جماهرنا داخل الملعب في الدوري النادي يطلق حملات توعية لإبعاد متير الشغل ويعتبرها الفرصة الأخيرة أخبار اليوم أسطورة ريال مدريد علاقة ريال مدريد بالأهلي ممتازة والكرة المصرية تطورت زيارة وفد الأهلي ريال مدريد سيتبعها تعاون جديد نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار التي قالت عن النادي الأهلي في الصحافة وهنبتدي مع الأهرام اللي قالت بدأت إدارة النادي الأهلي في توسيع دائرة التفاوض مع العيبة آخرين في محاولة أخيرة لترميم صفوف الفريق بهدف العودة للمناسبة البطولات المحلية والقرية وبرغم عدم قدرة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الظهور في الأهلي منذ عودته من ألمانيا لكن ده منعهوش أبداً من عقد اجتماعات كثيرة في منزله لإنهاء ملف المدير الفني الأجنبي اللي لسه فيه مفاوضات مكتفة لحد دلوقتي بعد أن تلقى رئيس النادي الأهلي العديد من السيارة الذاتية الجديدة وكمان في اجتماعات مع سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة لإنهاء ملف هيكالة قطاع الكرة واللي هيتم الإعلان عنه خلال ساعات وكمان ملف التعقدات الجديدة واللي بيشرف عليها عدلي القيعي ومعاه عبد الحفيظ وحصل النادي الأهلي على استغنى محمود وحيد من المقصة بعد أن وقع اللاعب على أربع مواسم ونص ليكون الصفقة الثالثة بعد محمود محمود ومحمود السلمي وبدأ هدف إدارة النادي الأهلي في إنجاز الصفقة رقم أربعة وتم فتح ملف التفاوض مع رمضان صبحي بقوة واللي بقى على أعتاب النادي وفي حالة الرضا دلوقتي طبعا جوه إدارة النادي الأهلي بسبب التزام صالح جمعة في البرنامج التأهلي بقوة على أمل أنه هيتم قيده في شهر يناير عشان يكون صفقة ربحة بكل المقاييس بجانب قيد نيجيري جونيو أجيه واللي طبعا شارك في التدريبات المبارح لأول مرة من 130 يوم بعد إصابة الإصابة التي تعرض لها قصاد تاونشيب في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا في يوليو اللي فات كمان الشروق قالت أن بيعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب اجتماع مهم النهاردة الأتنين لحسم العديد من الأمور المهمة أبرزها اختيار المدير الفني الجديد واللي هيقود الفريق في الفترة المقبلة خلفا للفرنس في فترة كارتيرون والمفهود أنه هيستقرق المجلس على الاسم اللي هيقود الفريق خلال اجتماع المجلس من خلال التصويت واختيار المدير الفني من الأسامي المرشحة اللي طبعا بيتكتم عليها جدا كابتن محمود الخطيب والمكلف بإنهاء الملف أكد كمان مصدر مسؤول في النادي الأهلي أن محمود الخطيب وعد أعضاء المجلس بحسم الملف خلال الساعات اللي جاية وقبل نهاية الأسبوع الحالي بعد تأكيد البعض منهم على وجود غضب جماهيري بسبب تأخير أعلان المدير الفني الجديد كمان الوفدة قالت أن حددت إدارة نادي الأهلي مبلغ خمسة مليون يورو لللي استغنى عن التونسي علي معلول في امتقالات يناير وقالت جريدة الوفدة أن لعيبة فريق شباب نادي الأهلي فيها لدها كتير جدا بتطلب استعارتهم وطبعا من اللعيبة اللي بيتكلموا عليها دي محمود الجزار وإحمد ياسر ريان ومحمد فخري وعربي بدر وكمان قالوا أن كابتن عادل عبد الرحمن بيدرس الموضوع ده وهيقدم تقرير لمجلس إدارة النادي الأهلي عشان يحدده إذا كامل ممكن إعارة اللعيبة الشباب في المرحلة دي ولا لا أو كمان كابتن سيد عبد الرحفيد عمل جلسة مع وليد أزارو وطلبه بالبعد عن العصبية